أهلا وسهلا مرحبا بيك أهلا وسهلا يا هادي مرحبا بيك تحية ليك وتحية للناس اللي يسمعون فينا الكل تحية الفريق اليوم معكم موزايكا فيم عندك مدة طويلة ما جيت ناشى برشا تقريب ثلاث سنوات ثلاث سنوات ما عملتش حوار إذاعي في إذاعة هذك عليش أنا معجب جدا بستوديو الجميلة متاع موزايكا فيم خليتكم في بلاسة خليتكم في بلاسة عنده سنوات هذي معنا وانا عندي سنوات انا في النظام الاخر متاع الستوديو الاخر مرحبا بيك على كل حال عايشك عايشك رجعت للنشاط؟ اي عندي مدة رجعت للنشاط بمجرد انه تجوشت شوية المحنة بتاعك طول رجعت تخدم هي العلاج بنسبة ليك نور؟ هو علاج وجواب واجده نحب نقول اللي هو دارس معناتها في الحياة انا كيف نسقط وما نبقاش بينا طحنة يزبنا نقدمه يزبنا نخدمه وزبنا نجتهدو وزبنا ننتجو الحياة هذيك هي الحلو ومر للي تعدل عمر فماذا كان جاتوا حاجة انسان حاجة مرة فحياتهم يخليهاش في اما مهوش سهل مش سهل نور لانه فما تحات من تحات وخلي نقول لك حاجة انه كثير من الفنانين وحتى الصحفيين قالوا معنات انه نهاية نور شيبة توقعوا نهاية نور شيبة لا ذا يا ربي يحكم وحتى حد ربي وربي وينه ما موجود الله سبحانه وتعال شنو العوض الجميل هو يقول لك فما اللهم عوضنا عوضا جميلا معنتها ربي سبحانه يعطي كل انسان على قد نيته على قد قلبه على قد الظلم اللي تعرض له برشا حاجات وحمد الله معنتها شو الكلام حاجة وقضاء الله حاجة والقدر حاجة والعزيمة بتاع الشخص هذيك عزدة حاجة والصبر فانا نتصور اللي انا محاط برشا ناس بهين سوى تخدم معايا سوى في عائلتي سوى من صحابي المقربين اللي انا فرزتهم وعملت ميزاجورة باش عرف تزيدها باش نجم نواصل ونقدم وتبارك الله معنتها تقريبا بمعدل توا كليب كل شهر مش سهل في الظروف هذه خاصتان اللي نمرو بها للناس وهذه اللي يخليك اليوم مختلف جدا حتى على الفنانين ابناء جيلك اللي اليوم كيف نشوف تندنس في تونس نلقاك الوحيد تقريبا بين الفنانين اللي يعملوا غاني علما وانه لسنوات وسنوات في مسيرتك كنت ضد الكليبات واغانيك الكل تعرفت من غير الكليبات اليوم استراتيجية اخرى نفس جديد وروح جديدة ونشاط جديد هو نفس جديد انا نعتبر روحي بالمعنتها من نعتبر اش روحي رجعت انا نعتبر روحي جيت قصة صغيرة ويتواصل خطر انا حتى من قبل نخدم خدير على شو تلوج نور انا لوج مفرح الناس انا تخلقت باش نفرح الناس باش نقدم حاجة مزيانة للناس اللي يحبوني باش نهدي جمهوري اجمل تصويرة كما صورناها في الكليب هذي باش نعطيهم اجمل اغاني باش نعبر باغاني على احساسهم سواء كان احساس حزن او احساس فرحة او احساس ومواضيع زادة في اجتماعية وغيرها فانا مانيش نلوج على بلاسة بقدر اني انا نلوج على استمرارية لاني انا معنتها الفنان معنتها مش النجاح مش بغنيات او بكليبات النجاح لمدة سنوات وانتي تعرف ممكن بمسيرتي اخوي وصديقي واعلامي معنتها كبير تعرف شكون الفنان اللي عنده مسيرة طويلة وشكون الفنان اللي موضى ومش يمشي على روحه وشكون الفنان اللي قاعد يخدم وقاعد يصرف وقاعد مش فانا الحمد لله مانيش معنتها قاعد نقدم والحمد لله نحس في روحي قاعد نقدم وقاعد محبة الناس هي اللي خليتني نخدم يا هاتي انا كنخرج للشارع والناس تتوقفني ويطلبوا بجديد وفرحانين بجديد اللي نقدموا وفرحانين بالعودة ويبوسوا فيا ويحملوا كأنه حد من أخواتهم فهذا الكل يخليني روح للدار ومرغض هنمشي للستوديو ونسجل عملت نوى عليكم نوى عليكم هي الأغنية الجديدة الأغنية الموجودة في التندانس في تونس قلت أنا لمست وفاء لروح الفنان القدير اللي غادرنا بالجاسم بوغلا نعم صديقي هو صديق مقرب جدا بالجاسم بوغلا هو مش مجرد زميل وهذا هو حكاه معنات أنا اتفاجأت فما فيديو بعثتونا صديقتنا أميمة العياري بعثتلي فيديو وحضر معها فما تفرشش فيه أنا فليت أنا برشة فيديوهات وأنها مش موجود ولكن الفيديو هذيك أثر فيها برشة برشة لأنه قال فيها كلام حلو برشة وحسيتم موجوع عليها بالجاسم وصديقتنا هي كانت كيفاش ربما نقول لك هو كيفاش تعرفت عليه احنا كنا عملنا عمل خيري في جربة كانوا فيه برشة فنانين كما نجا تعطيها كما برشة فنانين ومن وقتها بدأت العلاقة متاع الصداقة متاعنا نسألوا لبعاظنا نكلموا بعاظنا نخموا باش نعملوا حاجات مبعاظنا جبتوا فيه كرمتوا في الحمامات كرمتوا معاكم في عندي ما نغني لك وحسيتم من عنده سبعة سنين تعدوا وانا عرفت معاستي عند بالجاسم الله يرحموا واختي اللي يعطاني سبعة سنين تعدوا الخطي مش سهل بش يعطي أغاني فعلاقتي نوع عليكم جاء بالحق من الفكرة أنه ديما نحكي مع بالجاسم وديما يقول لي يا نور أعمل حاجة في الجنوب أعمل حاجة إيجي أصور في الجنوب عندك جمهور كبير في الجنوب يحبك بالرغم اللي أنا عملت معانتها عملت برش أغاني دي ربريز معانتها كيما ريت النجمة كيما جمال يهدر كيما برش أغاني ولكن بش صورت في الجنوب ما صورتش في الجنوب بش نصور في الجنوب يزي مني عمل يغريني أنا كفنان قبل كل شي ويخليني نمشي للجنوب بش نصور فيه انا طرح حاليا رزقوس محمد الرزقي قاعدنا اللوج ومدة طويلة فاعجبني العمل لانه عمل فيها ريحة الجنوب فيها تاريخ هذي وين صورت بالضبع؟ صورنا في سيدي بوهلال في توزر صورنا في شط الجريد في توزر وصورنا في الكثبان الرملية في توزر هذوما البلايس ما مش مستهلكين مسادفة انو نفس البلايس اللي صورت فيهم صورت فيهم سامارس ده في كليب أخريني انا صورت قبل انا صورت قبل انا دي جا عملت فيديو معي السياحي الإيطاليين هذيك اللي هم هوا الكيفاش والناس كل كانت مصورين انو مش يكونوا معايا سياح في الكليب ولكن لا السياح الإيطاليين هذيك باش نحكي حكايتهم كانوا متعدين على شاط الجريد كانوا يعملوا في سياحة الموتورات وغيره كل شيء السياحة هذهك معروفة فوقفوا ويتفرجوا فنال اعجابهم الجو والغناية وكل شي فالناس كل وقتها في بالها لينا نصور في الجنوب ما نصورش انه صدفة ممكن كل حاجة في بلاستها بتاتر تكون صدفة بتاتر تكون صدفة اما المهم مش مشكلة تعرف المهم في هذا المهم اللي احنا نصوره ونسوقه انا ولا هلغاء الاخر ولا غيره ولا مبعضنا الكل عطينا الكل نكون وفرد هدف انه نسوقه لسياحتنا التونسية لبنادنا الجميلة الاعماق تونس لجنوب التونسي للغناية التونسية على خاطر يا هادي بالحق اليوم الصحراء والسياحة التونسية ما عادش جمل ونخلة وغيره وتوا السياحة ثقافة كاملة اليوم شوف المغرب والجزائر وين وصلت بالمخزون التراثي متاحا احنا عنا اغنية وحيدة يتيمة هي المعروفة في العالم اللي هي سيدي منصور والرغم اللي عنا مخزون كبير من التراث ومن الاغاني التراثية اللي احنا نجموا نسوقوا بيه ولكن يجبنا نكونوا ذكيين يلزمنا زادة نواكب العصر ونقدموا اغانينا في صورة عصرية ومتقدمة تقنيا وفنيا وموسيقيا وحتى لوجستيا يعني نور اللي نرشال بالجيسن بوغنا ما حضرتش تفينا اي ما حضرتش تفينا لاني وقت اللي تحكي على صداقة كبيرة وقرب وكل شيء اي وما تحضرش تفينا اي فما نقطة استفهم كبيرة او حاجة انا بتواصل بمرته والفا وعلاقتي بهم مع قريبة برشا الحقيقة انا شوف هادي انا من اللي صارت للمحنة واخديت الصدمة الكبيرة لوقتي انا مش موجود وتوفيت صديقتي وزميلتي معنا تنجم تقول اقرب فنانة على قلبي هي اقرب فنانة مني وعزيز علي على قلبي برشا فيزل محرسي وخويا وصديقي بلال ميلاد زادا كذلك معنا تخليت شوك كبيرة برشا ما نكذبش عليك اثرت فيها برشا نفسانيا وحضرت بعدها تفينا مش لازم نقوله بتعشك اقلقت برشا انا عمي توفى ما حضرتش تفينته لانه وليتنا تقلق معناتها نتذكر يجيوني معناتها نتقلق شوية فانا حبزت انه انتبع بالتليفون وان شاء الله غضوة بش نكون موجود في دوس بش نكون موجود في القلعة في دار بالقسم بوغنة برمجت مع زوجته وقاتلي هي خير لانه ابرامون خللي وصية معتها قاتلي يزمك تجيب اش نقولك شنوها حب يقولك بالقسم في الايام الاخيرة قبل ما توفى لانه انا والله يصدقني في البريود اللي هو هو كان متعدى بعارص صحي قعد تاعب مدة طويلة طويلة هو كان يصفي في الدمس بسم الله على السامعين وكان ظروفه الصحية تابعة برشا ولكن معنتها شو نقولك الله يرحمه ولكن هاني قتلك ان شاء الله غضو بش نكون موجود في القلعة في بيت بالقسم بوغنة مع صغاره اللي ربي يعطيهم الصبر وزوجته فمعنتها هاني قتلك علش ما حضرت الشربة ما نفسي ما تستحملش برشا ان يكون في الجناز هذية خاصة في يوم التفيلة لانه هو تأثر فيها برشا خاصة الناس اللي تعز عليها بسرعة وللأسف الجنازة متاعه معناتها من المفروض كانت تكون اكبر واحسن نعم وتخطيتها تكون خير لانه واحد من الظلمة اعلاميا تظلمه هو حي بالقسم بوغنة وتظلمه هو في مميت بسرعة انا موجوع علي برشا بسرعة لانه بالقسم بوغنة انسان ما يتكلمش على روح وجملة حتى كيتكلمه انسان بسيط انسان فنان بالحق حتى كيتقوله شنوه حاشتك شنوه معناتها حتى في الحفلات اللي خدمه معايا في الحمامات بكانش يحكي ماديا برشا او كان معناتها يجيك بموشته ويجيك بمحبته واذا كان حبك وقبلك سايق فانا فرصة ان شاء الله ندير كل امر هذا يا ان شاء الله ندير كل امر هذا هذا هو نداء لوزارة الثقافة شخصيا انه على الأقل نعملو اربعينية فرصة باش ندير كل امر نعملو اربعينية تليق بقيمة هذا الفنان الاصيل هذا الفنان المربي كذلك هو فنان مربي هو صوت الجنوب لو انتك يقول الجنوب التونسي برشا فنانين غناولوا معنا من الشريفة من الفيخت اي برشا فنانين لا لا هذو ما في العلنة شكون ميغنيش غنياته في الفن شكون ميغنيش على الله في عرس شكون ميغنيش على الله في حفلة فاحنا من اليوم صحيح برشا نتهابط للباش نعرف اللي المسافة طويلة وانو الموت كانت مفاجئة ممكن فما ناس عندها التزامات ملوموش على الناس الكل ولكن عنا بخدرة ربي ان شاء الله انا باش نتصل بوزارة الثقافة وان شاء الله مع زوجته ومع عائلته لازم نعملو اربعينية في تونس هنا فين الفنانين الموجودين تليق بقيمة بالجاسمبوغرنة وهذا نتصور انا باش ناخده على عاتقي ان شاء الله ربي وفقني فيه وهذه فرصة لزملائي ونيداء لزملائي باش نتعاونوا الناس الكل ونعملو حاجة تليق نوع عليكم غنية صورة في الجنوب التونسي نور تلقاوها بالليباسة التونسي الصحراء والأرصير كما الشاش والبرنوس والباكيتا والباكيتا تابعتني زيادة نور من المفروض انو الاغاني الموجودة في الكتاب هما اللي بش يتصوروا على اساس انهم جزء كبير منهم هما الالبوم الجديد فماك فما اغاني والكتاب عملنا من الكتاب عملنا كرتوش عملنا ميزاجور عملنا النقل الرفي نعملو ترتاحة شوية باشترج على الكتابة طبعا عندي اغاني يزمنا نسجلوهم في الكتاب الطبعة قديش توا هي الطبعة الثانية الطبعة الثانية الطبعة الثانية والحمد لله ومشيتك صحح في معرض الكتاب لا جيتني الدعوة مشكورة دار ورقة ومشكورة كليك توريد وميبا ذوما اللي عندهم وجهوا لي الدعوة باش نعمل توقيع ولكن اعتذرت من بعض لانو عملنا توقيع كبير برشة وانجو مش نعملو توقيعا كفاء كبير من اللي عملنا الكادر تعمارض الكتاب موزدة انا ما نحبش نوليها وخاطر كنجين المعرضي كتابش نعمل خوذة كبيرة ما كتعرفنا شيني الخوذة الكتابة خوذة كبيرة معلتها الكتاب الحدث الكتاب اكثر مبيعا في تونس الكتاب الاكثر شهرة تبارك الله وعمل بوز كبيرة برشة باش نزيد انا نحضر في سطون نتصور انو نفك شوية اضواء وانا ما حبيش نشوش على الجو لاخل كل عليش لا 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 ما يسيلش باش نزيدوا نعم لا 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 الاسف انا كي قالوا لي الكتاب قاعد يتباعه مطلوب هذك هو المطلوب ربما الناس اللي اكتبها ما قدش حظ اكثر نخلي لهم الفرصة اللي يمهومة صراحة معانتها فهمت ومنحبش انا منيش عامل منه رسمان الكتاب الكتاب دي جا ما دخيله وحمد الله وصلت العمل الخير ان شاء الله باش تكتشفوه منحبش نعطيه برشة تفاصيل ولكن كيما وعدت انو ما دخيل هذا الكتاب تعود الى عمل خيري ومشيت الى عمل خيري وحمد الله فرحان برشة اللي مشيت في بلاستها عن طريق حصير ومنحبش نحرق المفاجئة باش يتصوروا باش كل شيء لانو باش نوريه انو الكتاب هذي باش توري للعمل الخيري اللي يسار لا مش انا باش نوري العمل الخيري هو بتبيعته كيفاش نفسرلك هو هو خليه مفاجئة منحبش نحكي عليه بسارح شو معانت انت اليوم العمل الخيري باش تسوق له زادا لا مانيش بش نسوق له هو انا وعد هذاك وفيت بيه يلزم الناس تشوف اللي انا وفيت بوعدي ما سوقش الاعمال الخيري انا اللي انا عم فيه الخير يعلم بيه كالربي سبحانه عمرو بحكيت عليه مانيش انا نصور مانيش انا نصور انا اعطيت فلوس قلت لهم هذا عندي فيكم ثيقن تومة باش تمشيوا تعملوا وقالوا لي شنوه عندكم قالوا لي عنا وضعية اجتماعية قلت لهم وموافق هاولي فليسيت لتوا ما ريد شيء اما هما قالوا لي يلزمك تجي في الكونسيبت بتاع الحاجة هذية يلزمك يلزمك تجي وتكون موجود ومتنا عشيش تفاصيل هما طلبوا مني انا ما حبيتش لما عاد عطيتهم فلوس الخير والبركة قديش عشرة خمسة مدخيل قديش دخل الكتاب نحب نعرف انا كتب في تونس طبعة ثانية قديش يدخل لا لا يدخل مبروك عليه قديش دخل الكتاب ما نجمش نقول لك الحكاية مش فلوس الحكاية سامبوليك اي انا بالنسبة لنا سامبوليك وبالعكس انا نقول لك حاجة انا مع انو كيبدا فنين نيتو طيبة وعلاقتو مع ربي في الحاجة دي صحيحة يوري باش الناس تقتدي بيه انا عندي كتاب بالنس منتقول لك طيلولي او ربي اخي مش قلت عمل خيري يا هكاك موريتش يلزمك ساعات قديش من نسخة بيعلكتابيع Там بركة لا بارشا انا ما عنديش الحساب من زلوا لا ما زالوا عنا الحساب الجديد لو technical طبعة الاولى اللف والطبعة ثانية ال наших. الفين هو الكتاب بالنسخة قديش اتهتع فيها النسخة نسخة بقدش الطبعة فيها بعشرين الفين بتوا ونسخة تأكل خمسة sekali verts 25 في 2018 يجيو ميتين وخمسة وعشرين مليون خمسة مليون خمسة مليون هداك هو المبلغ اللي عطيته ولا ليه? لا 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 لا. شو ليه? لا اعنا ما فهم يا سيدنا ما شك يا حاطر الناس اللي تبيع لك الكتاب تاخد برسنتاج عطيت خمسة وعشرين مليون. انا اكتشفت حاجة مسكين لكاتب التونسي والله. اه. بالحق مسكين لكاتب التونسي. تعرف علش? اه. على خاطر يلزمه يطبع الكتاب على حسابه. ويلزمه من بعد كيجي يبيع. ياخد كان نسبة نسبة من الكتاب معلتها ما يخلش لك المبلغ هذيك الكل. فششو ايجي نقول لك احنا ما نمشيوش بالارقام في الامور هذه في الامور الخيرية وإلا الامور اللي مع فيها مساج نمشيوه بالاااا نقول واحنا سيلي جيسكي كونت معاك. هذا هو. اه نور اه باش تجاوبني بعد لحظات على استاتيو كتبتها فيها برشة غموذة. نهار واحد في فري. اه. كتبت استاتيو قلت فما حلقة اخيرة اقوى برشة من الحلقة الاخرى انتع فالوجها. اه اه اما ما تتعداش في التلفزة الحلقة هذي. تعدي طول للربي سبحانه وتعالى ان شاء الله تفرجوا فيها يوم القيامة في ساعة الحساب الكبرى ابطالها بقدرة ربي مش تدخلوا جهنم الحمرة لا اسمح ولا رباح. من المقصود اه واشنية الرسالة هذي اللي كتبتها نهار واحد ابريل الفين واربا عشر. من تتوعد. احنا كنا نستنوه في الحلقة الاخيرة. ايه اللي حتلها. من تتوعد نور ما تبدوش. نتوعد الناس اللي ظلمتني. نتوعد الناس اللي كانت اسبب في انها تحطمني وانها تبعدني من الساحة الفنية. لانه. اقرب لميكرو. لليوم وغدوة بعض غدوة. اللي صار لي مدبر ومخطط وفيه برشة ظلم. فبما انه فيه. اه? اما انت كنت تتحمل جزء من الخطأ? لا 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 من تتحمل جزء من الخطأ انا خطر انا اكثر كلمة ندمة عليها اللي انا اقول في برنامجك انت اللي انا غلطت هذيك. وقلتها تحت تأثير بعض الناس. قالوا لي نور فك علينا. قلت له مشنوه انا اقول غلطت واطلب السماح وكذا خرفضوا الموضوع. فما اعلميين طلبوا مني هذي يراه. وانا سمحني انا كيبدأ انسان مريث. مش انا طلبت منك. لا لا ما كشنتي. لا لا ما كشنتي. لا لا ما كشنتي. اما الحق معنات اخبال فساج متاعك انتي ربما انا فما ناس كلموني قالوا لي نور شرور باش تهدي شوية كل شي يقول انا غلطت وانا غلطت وانا اسماح وانا نقول فيه مش مقتنع فيه برشة صحيح ربما غلطت في حاجات اللي انا عطيت ثيقة الناس اقفاش غلط مش كعرف في حكاية الموضوع الاخر. انا غلطت اني انا باركزومبل ياسر اه معانتها اجتماعي نعطي ثيقة برشة كل انسان ينجم يقول ينجم يكون صديق او كذا ما انا قلبي هكيكة ولكن راه والغلطة فما غلطة من غلطة غلطة من غلطة انا مش نرجع لك الاستاتيو هذيك فما ناس ظلمت نور شيبة فما ناس شمتت في نور شيبة فما ناس شوهت صورة نور شيبة في 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 خاصة تشويه 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 في علاقة كبيرة بقضية معناتها الترويج الترويج اللي مع انتي بيه حتى علاقة وما نحبش نرجع بالتوالي انا قدمت وتجوزت وقلت لك يا هادي ماذا بنا ننسوا الموضوع انا لكن يفهمه ظلم الناس اللي ظلمتني الناس اللي الناس اللي قلت فيها كلام خايب الناس اللي شوهت لي صمعتني الناس اللي بكّتني الناس اللي ربما محكمة محكمة اخرى عملت في فيسبوك حد SANTA تقول اما ايجا نقول لك قلبي كبير اما كي تعرفتش نسامحها انا نسامح كي انسان يقول لي راني غلط تسامحني اما عبد يظلمني وشواهلي سمعتي ولا يستدرجني باش يقذيلي على مستقبلي ولا يحطمني ولا يدبرلي ما نجمش نسامح عبد ما طلبش اسماح انا اي انسان يجي يطلب من اسماح اه نسامحه اه اي انسان يقول لي راني غلط في حقك طبعا نسامح انت اليوم نسامح فما ناس سمحني اه انا اليوم عندي باريكزومبل فما ناس اليوم فما قضايا حتى انا قدمت قضايا راه حتى انا اليوم قدمت قضايا بناس اه ثلب وشتم وتشويه السمعة وحسب الفصل الارب وخمسين بتبيعة الحال قدمت صفحات صفحات زادة سبرنا 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 قلنا ما يسيلش اه مدير اعمالي او بحذية المحامين قالوا لي اما قلت لهم انا بش مقهور كيفاش ناس نقست شوالي في الصومعة وتعم في فيديوهات وصلي حتى فمشكون عمل غناية من عليا معانتها وانا نقعد نتفرش معانتها كتوقعت سيك رابير فيشل معانتها مش رابير ناجح برش مش معروف معانتها بتطري حب يعمل حذية هو حب يعمل الحكاية ذي بشيت شر بشيت شر اما بشترسيله فيه 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 تنقول بلكش يفرخ في قلبه ماناش الملومش على واحد وراء ايكران الله واعلم شنية ظروفه ماكل متعشي عنده مشكلة مع مرته ما خلصش قرضه ينجمي في الشغيط ولكن ما زاده هذك راه وعيب راه بش فمت اما لكني الواقع تعرف اللي اكتشفته شنوه هذي الواقع حاجة والسوشيال ميديا حاجة اخرج الشارع يجا في الافراح لا اكيد يخي نتبر طلا معك من اكثر اما لكني فهم النفوس مريضة انت عندك مشكلة انك تركز يمكن مع الاربعة او خمسة تعليقات اللي تجي ويمكن ما تنتشيش بالناس اللي يجيك لحفلاتك لا ننتشيش جدا اكثر معناتها انا احلى وامتع لحظات حياتي نبدأ نلبس في داري وخارج ماشي نختم بالنسبة لينا هذيك هيرمون الدوبامين بتاع السعادة يولي في ضغط عالي جدا ونشيخ اما لكني اجا اقول لك هذي فهم ناش كيتشين بالصفحات بعض الصفحات وفهم ناس ربما معينين معانا هذو ما يتسمى ويعملوا في دي فيديو مش كومنتر انا روش على كومنتر واحد كتب كومنتر شركز معا لا لا ما نقراش الناس وما نشوفش وما نسمعش كل شيء اما كيتجي دي فيديو كبار وقال له صفحات كبيرة هذي يرا هو دور المحامين هما معانتا اليوم في قضيتك انت تقول للناس ركبكش غلط لا 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 مانيش غلط لا لا ركبكش ضحيت مؤامرة انا ضحيت مؤامرة ضحيت مؤامرة في وضع نفسي خايب برشا يعرفوا الناس الكل اللي برب يش بيش بيش شيرين ان عبد الوهاب كيتعدات بازمة نفسية مثلا باريكزامبل شيرين ان عبد الوهاب كيتعدات بنفس ازمة نفسية الناس كل تعاطفت معاه ورغم اللي هي نفس الوضعية متاعي نفس كل كلمة كلمة صعبة راه ودي ما بشتلقى ناس اللي ما يتحدث شبار ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي صانع ان صنعني ربي سبحانه وتعالى. فنيا reaction صنعوني برشة سهم في صناعتي حدوما. مش صناعة بمفهوم الصناعة ولكن هو سهم في نجاحي. فمن اش سهمت في نجاح نور شيبة اول حاجة انا شوف هناك نور شيبة قبل نعمان الشعري ونور شيبة بعدها نعمل الشعري. اي صحيح طبعا ايه. ولكني لا ما علمنيش تنغني كما قال انا. لا مش يعلمك. وانما المقصود بانه نعلم يغني مع انتها انت تغني على روحك يمكن. اسمع كلمة صيناعة تعيش ما انت الصيناعة معتها واحد خذوهم الدار هو حتى شي وردوه حاجة. انا من لي عمري ستة سنين نغني يا وخي. في كرة الاطفال في الشباب المدرسية في النوادي المدرسية. ما بعد قلت عن عبد الكريم اسحابه وفرقة المونستير فرقة الشباب المونستير اذا. الكل شنو اذا ما صنعنيش انا. انا جيت انا 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 مشيت. اضي ما حذروك. اضي ما حذروك. فما اليوم. لا 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 انا مشيت له باغانية. انا انا صنعت تروحي بروحك هنا. اما اغانية اوه. موش واسده. اي. شكون اسنحها الحب الصعيب. هو. هو كموزع. اين. هو كموزع. هو ساهم في صناعة الاغاني اللي هي ساهمت في نجاح. مع انثلا لو كان غنيتها بطريقة اخرى مثلا انت الحب الصعيبة لو الهنا قوة الموزع لو كنت غنيتها في الأستوديو بطريقة أخرى غير الطريقة اللي ما نعرش مصيرها شنو. ما نعرش ما اصيرها شنو? فما فما العيني؟ نجم نوزحها عند سامي معتوقي حاجة. نجم نوزحها عند ريزيوز حاجة. نجم نوزحها عند برشى موزعين وشاقرون وغير. ولا. حتى انا زد انقول صناعة نعمان الشعري. تعرفش علايش? نجم اقول انا صناعة نعمان الشعري خاطر نعمان الشعري. انا مشيت له. ما يمشيولوش الفنانين ما وزع عنده. حتى حد بغلاف اشرف. الله يرحمه باش اما لكني انا هزيت روحي ومشيت حتى الاسفاقس بالرغم اللي تونس تعجب الموزعين ومشيت ودقيت الباب بتاعه وعملت الالبوم ناجح وقتك ينجح الالبوم الفنانين الكل مشاولوا الاسفاقس ما لانا نقول صنعته لا ما نمنش بالحكاية هذه احنا ناس نخدموا مبعضنا ننشحوا مبعضنا نفشلوا مبعضنا هذا هو الواضح كلمة صانع عراه وصانع ما نشحوا كاتم احنا يا رسول الله بش تصنعني ولا ربو ولا عاجة احنا ناس نخدموا مبعضنا نعمان الشعري عنده بصمة ما في مسيرتي ما ننكرش صديقي وخويا وصاحبي وفنانا حلو وبالعكس تعلمت منه برشة حاجات اما معلمنيش الغناء ما لعبد الكريم صحابه لي قررانيش عالمني مش علمك الغناء بمفهوم علمك الغنائك ايه بمفهوم علمك الغناء مع انتش فانتها مثلا نعرفوا اليوم انه مهندس اما لكني ساعات انا نعرفوا انه مهندس الصوت في الاستوديو هو العين البرانية للفنان والفنان يتخمر ساعات في الغنائة يحبي زيان يقوله طيح زيد نقص ينجم ينجم في الغنائة هذيك في وقتها يعطيك رايه ويقول لك هكا ونعملوا رايه ما بعضنا صحيح طبعا انا خستاني يجيني برشة تراك انا عكس برشة عبيت انا كندخل نغني يجيني تراك اكثر من اللي قفت في كارتاج انا قدامي في كارتاج عشر الاف صحيح يجيني تراك اقل اما انا حتى كيجي في عرس لانه كل شيء بالنسبة لينا مهم رو ريت عرس طوالة مش بتغني في عرس في مدار انا بدأ يجيني تراك لانه يلزمني في مخي يلزمني ينفرح الناس هذو يجبني يكون في المستوى فنتحمل مسؤوليتي في كل شيء نعمل الشيخ يا ريه يبقى صديقي اخويا كيف وكيف برشة ناس عملت معهم محمد ريزقوس ملت واليوم زادة اليوم موزع شاب قاعد يلقى في نجاح كبير برشة سامي معتوقي عدلان شقرون برشة موزعين اتهمت انه يعمل في البوس واللهي انا اتهمت انه يعمل في تصريحات ربما مبالغ فيها شوي منش عارف عليش نعملتها مش هكا يعملوا البوس ايه نقريك ونوريك كيفش يعملوا البوس طبعا انت مع علم في البوس اه انا كي نحب نعمل بوس نعمل بوس ونعرف طريقة اكتر بوس عملتو بوس ما عندي ربي سبحانه ما عملتوش هنا جاني هدية هو الكتاب الحي روح جاني جاني بوس في تبقى والله يقول لك حاجريت الكتاب هذيكا الكتاب هذيكا كنت مش نعمل هكا لما صغيرة مع حبي بيتي وصحي بيتي وهكا نحتفلو وهاني عملت كتاب اه كتابة غاني والغادي ولكن اتفاجئت بالحملة الكبيرة شكرا لكم جزيلا شكرا لكم جزيلا شكرا لكم دمتم دمتم ودامة بازوكم جميعا في مثلي هذي المحطات الجميلة والله العظيم انا ملوش اسمعني انا ملوش انا نعرف فيش يعملو البوس كلمتو من بعد طبعا نحكيو نحكيو مبعضنا وهناني بالغنية جديدة اخويا وساحبي لا لا شخون هناني كاخر بالغنية جديدة اه برشة فنانين بارتجاو برلا حقيقة متعربي انا مش نذكر اه برشة فنانين ما غير ما نذكره اه لسامي ولكن خل نذكره على اقل الفنانين الاكبار زاد الفنانين اللي موجودين طول اه فما اخويا صابر ارباعي نقوله مبروك كذلك اذي نذكره اه صابر خاطر عنده جديد باش نقوله مبروك جديد متاعك الباشة اللي انا فرحان بنجاحه اه لطيفة اه منالعمارة اه اولفة بالرمضان اه صوفيان صفطة من الفجيني راسيون جديدة وحمودة فلاح اه شادي اشهب برشة فنانين يعني اه بركوني ايمن لسيق انا نيس الخماسي مهر الهماميك في النقابة برشة فنانين للمنصفر اه امن فاخر كذلك برشة ان شاء الله منسيت حتى حد يسامحوني فما ناس برتاجتش فما ناس ما برتاجتش فما ناس هنات فما ناس تعرف تعزي وما تعرفش تهني نهادي تعجبني الكلمة دي برشة بربي خنعودها فما ناس تعرف تعزي وما تعرفش تهني كترك طايح وتبكي وفي تركين اه رهينا في تركين يحبوك غادي هكك هزينك زين عندك مشاكل يكتبوا عليك ويتضامنوا عليك ويسألوا عليك والله واعلم حسب الحق ولا لا وفهم الناس كي تقف على ساقيك لطف يا ربي ما عاش تلقاهم جملة يولادي راه وراه ونيقف مع الناس كي يبدأ انسان واقف ونجح راه وزادة هذا كمهم برشة راه صحيح نلقاك في محنتي وباش تأذرني وباش توسيني وكل شي اما زادة مفروض انا اكتشفت زميلكم معتها فنان رجع بقوة كان في محنة حاجة باهية عنده عائلة عائلات في وراه عنده فريق كبير يخدم معاه عنده جمهور استعادوا استرجعوا انا نقولك حاجة انا حتى في سويسرا ونهبط في الانتاجرا انا في قلب سويسرا في قلب شوارع سويسرا وايدارة اعمالي هبتتلي غنية عملت تبارك الله يا بابا نحبك لاني نأمن بالعمل حتى وانا في حلق الضيق اي وتخدمت لها دعاية وتخدمت لها دعاية ونشحت وخرجت ترانت وهذه فرصة باش نوجه تحية المدير اعمالي لطفي الرياح اللي حاضر معنا شكرا لك جزيرة اخلط في العزيز بارك الله فيك وقتل وتوى تخرجي الغنية يعني انا في البلوار اشتوسي ما نوسي شي خرج الغنية انا نحب نخدم انا في الغاية سويسرا ونخدم اماتي غنية غنية راه ومش شوية معناتها ما شاء الله في برنامج تهريع عبد الرزق الشابي تبع البرنامج ولا دي لا برنامج فاشل كيف برنامج فاشل نهار كل يسيبه في العباد نهار كل يسيبه في العباد نهار كل هذا بيه وردونا سرقين لغاني لكل تيك النهار يعديو في غناية البستخالة تي انا مكتوب لحنة من التراث وهو يقول يسرقتها يقول دي راني تساعات تكتب الكلمات حاتم الجزاني الحان تراث بستخالة يقول دي انا قلت راهو الحاني ما قلت ش رايي الحاني مكتوبة في السيدي يقبل في فني رايي تراث نهار كل يسرقوا في العباد لاغاني يسرق نهار كل يجيبوا في فنانين ياخوه يجيبني انا اللي انا بيانسور ما نجيكش بسحيل تراني واسم العيشي قال في الصدمة انو يا مولاة البستخالة نورشيبة لحنا ما اخوضوا عن اغنية مصرية قديمة وغنية ميزاجور مسرقة من اغنية ليبيا لا لا غالطة دي كا ميزاجور عاد طلب الاعتذار وقال لي لا نعمل لا فنستمحني يجي نقول كل يوم وحنا بربي اعطيني لغنية وخنا نسمحها أنا برب راه وفمها سيدة ذاية ما وره وهي غني ولا هاو كظاهر من اغنية ظاهر تبارك الله من فنان نفق تبين على الشي شبيه تبارك الله علي قال في اتار عملها في اتار كاميرا كشي لازي بلا في كاميرا كاميرا كشي خانها ذراحة قال اسم سحورة فما فنان يخرج بيخدم في عروسات الناس ويخدم في الحفلات ويخرج بسوطة كيكة رحبش نحكي علي خطر ما نعرفوش احكيني العباد اللي نعرفو ما نحكي عليهم عبدالرزيق الشابي عبدالرزيق الشابي حبي يعمل باز من هو بيانا كل حلقة جابتني هاو كتاب هاو كذا مسائلش اذا كان انا نجيب له نسبة مشاهدة باهية فبرك الله فيه خليه يخدم باه علش ما تحضرش البرنامج لا يضيفه لك شيئا برنامج مهم مراش روحي فيه انتي قلت مهم هو مهم هو طبعا مهم برنامج فني منوعة تلفزية ايو عبدالرزيق عندو جمهورو انا البرنامج البرامج اللي تجرح العباد وتنقص وتقزم من تحضرش فيها تش نقص هي برنامج نقضية برامج نقضية وتكذب خاصة توا انا قلت راني مت ورعف هو يقول لي غني سرقها وامبلوي سامحني ما ننجمش انتي تسبني وتحطني معانتها تقطعلي لحمي هكا تروف تروف وامبعد نجيك شمعانتها نجيك سامح قول الحقيقة قول انا عملت هاو اخطائي الصحيحة صلحني ان انا مع النقد والنقود كذلك توقع مزوز ما بعضهم انا مع النقد والنقود كي نحس روحي اللي البرنامج هذيك يقو يقعد يقول في حاجة حاجة غالطة بكلهم غالطة كلهم غالطة بسامحني تحط راس برأس وتحلل شكونك انتي يعطيني واحد يفهم في الموسيقى لو كان جيب لي دكتور موسيقى ويحكي واسيم يفهم في الموسيقى لا 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 من دام انسان يقول في حاجة غالطة ما يفهم شراء ولا لا لا الناس كل اسمع يقول لك حاجة في تونس الناس الكل تفهم في كل شي في السياسة وفي الثقافة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي وهوما مش فهمين رواحهم يفهموا في كل شي اما كي تقولوا يا ودي يقول لك والله من يفهم روحي تقولوا برب يحكي لي يقول لك حتى نفهم روحي هو ما فهم في كل شي والله ما فهمت شان الشعبوية كثرت الا 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 ال واحد انه كذا الناس يقول لها هات نخدم بفلان هات نذكرو فلان هات نعمله في الباز هو كذا فهمتني ونحكي على الشعبوية نحكي مفهوم الباز معناتها خطر زدها الله غالب هذيك يا تونس الله غالب هذيك علش انا نفضل اني نغيب على البلاتوات هذية خطر يجيبك بشيش بدلك ناس ويقول لك سامحني فلان قال وفلان قال طبعا انتي مهمتك اليوم زدك كيف خطر فلان قال انا مهمتي اليوم نقدم اغاني جميلة تاروق لي وتاروق الجمهور التونسي ونعمل حفلات ناشحة ونبدأ الشيخ كي نجي في العروسات الناس الي اليوم نور شيبة اكثر فنان مطلوب في العروسات اليوم وفي الحفلات الخاصة وفي المهرجانات اليوم مهرجانات الاتصالات كبيرة هذي اللي يهمني في فلان قال وفلان خالي يقول نور وحتى لما يتقال عليك حاجات هي فرصة مش توضح لانه في يوم من الايام يكتب تاريخ الفنان من خلال التصريحات كذلك يعني يعني اليوم انا نحب نشكر نعمل الشعب لانه انا مثلا نعتبر روحي مع انتها نعرف مسيرتك مليح ما في بليش انه مثلا عبد الكريم اسحابه مثلا كان عنده بصمة في في نسيتك ويعود الفضل لذلك الى تصريح عمله نعمل الشعر الهنا مش نعرف معلومات لا قلت اقبل لا قلت اقبل ما 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 قلت اقبل اما ما وصلش لا استاذي علمني يسالي غناء ما وصلش انا وعملت وعملت تكوين في سيدي صابر في المقامات التونسية بلك شينا جاي ومكيكة هما في بالهم اللي يانا بديت بالمسرح خطران انه كلهم دوا يقول لك راهوا جينا من المسرح ليه يودي من عمري ستة سنين نغني في كرة الاطفال راه وسبعة سنين مليانة صغير نغني ونمثل في نفس الوقت صحيح ظهرت للمشاهد كممثل وتجربتي المسرحية هي كانت لولا اما انا نغني مليانة صغيرة عزيزة ابو لابيار في حوار عملت وقالت اللي يجيتها وانتي صغير وهي تقدم في عرض مسرحي قدرة نحب نقدمكم وعطاتك الفرصة باش تقدمك لأ ما قدمت في عرض مسرحي اه من ذكرش ممكن وقالت انا عندي نعرف مليك انه ليد صغير اه اه صحيح 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 وكنت زادة منشط سأريت نقول لك حاجة انا في بنبلا في 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 بنبلا في مهرجان سالم بحاجب في منطقتي عمري سبعتاشن سناء الفنانين اللي هما زملائتو انا كنت قدم فيه يعني نخرج في اول السهرية نقول تسهرونا الليلة مرحبا بيكم الجمهوري العزيز كنت منشط زادة نشطت وغنيت وعملتهم الكل والحمد لله رب العالمين ما قاد في قلبي شي ومبلزريت كل شي في حياتي هذك علش انا شبعان والحمد لله شبعان بالنجاح شبعان بالحياة شبعان بالقلم شبعان بالوجيعة شبعان كل شي سايبوني خلنقدم راني يا اخو يا شيخ بنا حاجة الكليب شيخ بالكليب شقولك في الكليب الساعة انا اليوم اليوم فرحان برشا انه اليوم عملنا كليب يشرف الساحة الفنية التونسية عملنا كليب خرجنا من الصورة النمط متاع انه الصحراء مختصرة في جمل وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اكتشفتي لعندي جمهور في الخليج في مصر بالحق معناتها هذيك عليش اليوم بدلت الاستراتيجية ونوى عليكم هو حمل حبيت نعمل بيها عوينا البررة وحمد الله اليوم انك وليد تمن برشة بالكليبات علما نوانو لسنوات نقعد اللومو عليك وقولولك شانو تقول انت بديم غنايتي تنجح وتنجح من غير كليبات ونذكر ان كل نجحتك لقديمة كل حب صعيب عم علي زارتنا البركة لبصد خالة حبش بيك علي جابني لكلهم لكل مولا العكز نور ما تحاولش انك حتى للتاريخ انك تعمل فيديو كليب اكستري اكستري من كل الغنية من نوع هذي وتتوثق تبقى موجودة على خطر مهم يا نور انه تصويره تبقى موجودة في بالي هذي موت مطروح انه بش نعملو ريميكس للاغاني و بش نعملو نعملو توزيع الاغاني اللي حبوها الناس ربما هو مشروع مشاريع اسمع انا في مخي برشة مشاريع لحقيقة انا فم مشروع متقلم عليه برشة نرجع لك البلغاسم بوغنة لانه قاعدين نحكيه دوبا ما تصنب بعضنا طوى مدة اشهرة ودبين بلغاسم عنده امال ديما بش يابرة وقلوا هيا نخدموا مع بعضنا احنا عملنا تجربة في الحمامات ناجحة وكان الجمهور شيخ ليلتها وانتي وكبت العرضة ذايا في برنامج بتاع المهرجانات وقاعدين نحضروا في برنامج انا وبلغاسم بوغنة القرتاج الفين وخمسة وعشرين ولكن الموت كانت السرع انا لكني منش بش نبطل بش نقدم العرض هذية بالافكار اللي حكيتها انا وبالجاسم زادة بممكن بالاغاني اللي ربما حكينا فيهم فما حتى اغاني جديدة اغاني من التراث مش معروفة انا بش نواصل ولكن ان شاء الله معنتها نواصل للفكر اللي حكيناها ان شاء الله ان شاء الله عام الجاي بش نقدم ملف المهرجان قرتاج وسنا بش نكون زادة موجود في المهرجانات الصيفية والحمد لله معنتها تقريبا اتصالات كبيرة مع عديد المهرجانات لانه عنا عرض حاضر ولانه فما شكون استغل فرصة وجودك في سويسرا وخدم استغل غيابك في نهاية لا نحبش نقول استغل كلمة خايبك انه استغل ولكن الظروف وتات وكهو خطر اليوم ظروف وتات اليوم الفنانين هذوي ظروف وتات طبيعي جدا ايجا نقولك يتقلقوا من بعد اذا رجع النور شي به بالعكس يتقلق كان اللي قلبه خايب اللي قلبه به يفرح انسان كان في ازمة كيف نهكا فنان زميلك انا بريتو مانيش خايب مع التحد نتمنى نجح الناس الكل عروساتك وحفلاتك وقت الازمة هو ايجا نقولك هو هذك اكثر عام الناس الكل خدمت فيه وقبل الريفيون ما هوش صدفة يا هادي اللي صار اللي الكل راه وقبل اقوى سيزون خاطر جيت الكورونا والناس الكل افراحها ومساراتها الكل واخروها فنتصور انه ناس استغلت اي صحيح حشنقول استغلت بالمفهوم الاخر اللي هو عن حس النية فهم ناس يلا لا لا فهم ناس جيت اخذت بلاست نور شيبا اللي هو مش موجود وكهو واليوم الناس تقلقوا من نور شيبا اللي رجع رجع مش عالش بشي تقلقوا مع انت لما نشوف لاجندان تاعي وقت اللي كان نور شيبا فيها سبعين لا لا مش بالارقام هو راه سبعين نلقى نلقى ولو فيها سبعة مش بالارقام اسمعني ايجا نقولك هي ارزاق توساق انا نمل برزق ربما ربي ما كتب ليش الرزقة ذاك ربما ما بشي كتبولي نار اخر انا انسان مني مؤمن وحمد لله علاقتي علاقتي بربي طيبة وصحيحة الحمد لله انا نمن بالارزاق اذا اجتمع الانس والجان على ان يضروك بشي فلن يضروك الا بشي قد كتبه الله لك واذا اجتمع الانس والجان على ان ينفعوك بشي فلن ينفعوك الا بشي قد كتبه الله لك اللي صار لي مكتوب والارزاق مكتوبة وانا انسان من دامني مؤمن بالحكاية ذي ضميري مرتاح صحة لليخدم وأنا ربي عوض عليها خير والحمد لله بالكليبات وبالخدمة الكلة ربي قاعد يعوض عليها والحمد لله وبالعكس الساعة والله يصدقني ما نحسبش أنا مع عمري ما لوشتش كون اخذاء ما فيما حتى عادي يأخذ بلاس تحضره ديوات فما ولا ليه أي إن شاء الله طو بش نشر علي أنه عندي برشة إنتاج يا هادي أي معاك برشة أغاني والله العظيم صدقني ساعات نبدأ نحيرو نحيروش باش نخرجوش ما نخرجوش راهو مميات غنية بخلاف الغنيات لقدم اللي عندي أنا لو في تيرينك باش نعمل وحتى زملائي الفنانين اللي حب غي يأخذ غنية وما جانا راهو منيش نبيع في الأغاني راه عملت أغاني مش لا يا بارك عملت أغاني حتى الزملائي الفناني حب يأخذ غنية والراها فيه معناتها الغنية هذيك ما رحب بيه وعلى عيني وراسي ما عندي حتى يدي ممدودة بكل حب وبكل تشجيع وبكل ويقام والتواصل والنوار الكلو معايا جايهم ما رحب بيهم ما عندي حتى مشكلة مطيفة شنية الغنية اللي تمدها لها من الألبوم من الكتاب هاو نعمل لك امتيحان متاح حسنينية ما نمدلهش من الكتاب فما أغاني أخرين مش موجودين في الكتاب لأنه الكتاب يحكي علي يا أنا أكثر الكتاب يحكي على نور شيبة حي روح اسمه يحكي علي ويحكي على حاجات شفتها غاديك الكتاب الأغاني الموجودة في الكتاب هي أغاني حصرية للنور شيبة لأ بيتاتر فما برو جي باش يكونوا نش لازم نحرق وعد كل شي هادي زندلي مش تعمل حاجة لا لا مش مش نرجع لذاك ولكن فما أغاني ما تحكيش على المحنة كل شيء فما أغاني تحكي بصفة عامة يعني طو كل شي شي في وقته ديوان آخر أنا قادر أن ينهبط ديوان آخر نقول لكم مية تغنية هبطنا منهم أما لكني لا ما هو مسلسل الحلقة الثانية هو سيئة عملنا حكاية معاش نقدمه القدام حكاية مشت على روح سيئة بيعنا الكتاب وعملنا الضجة ودني أقلت بعضها سيئة أنا فنان أنا ودي مكاني مش في المكتبات فقط أنا مكاني على المسرح مكاني على الركح هذا لا ينفي ذلك تاو أنت شي تتدافع على الفنان اللي يكتب هاي وهو النقد كأنه النقد معناتها غلبك لا ما غلبنيش ما عنديش وقت أنا البارح ريقة عقاب السباح قاعد نحذر توا في برشة حاجات شو هو الوقت اللي تستحقوا انت ما هو الأغاني مكتوبة تعطيهم للدارش لا لا ويخرجهم في كتاب تعملت تصليحاتك زي لا 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 عملت كتاب محترم كتاب بمكن فما ناس حابت نقص من قيمته اللي هو ردي أو لكن جاوبناهم كلمات سيد القاضي إذا كان كلمات سيد القاضي رديئة ميزاجور كرتوش يقراو ممكن حب ولكن أنا قاعد نسمع فيها منظحك ونغني يظهر لي سيد القاضي كلمات سيد القاضي ولا ميزاجور ولا كرتوش اللي خرجتهم ولا النقل الريفي تعبر على أنه فيها حاجات رديئة ولا الحمد لله والكتاب الأكثر مبيعا والكتاب أكثر شهرة تنودي الناس اللي عمرها مقراءة هذا شي عجيب صار راب مرأة كبيرة في المسالة في العرس وليدي مبروك لكتاب والله وشون ما ولد والدي بشي يشريهولي ويقرهولي فسرهولي توصل فم الناس عمرها ما قرأت كتاب وشريت تحكيم وم بلوس بالدرجة لم أتعنت لا على اللغة العربية ولا على الفلسفة ولا سقرات ولا حتى حتى فهمت كتبت كتاب بلهش حمد لله عمل بز نجح عمل اختلاف ناس معا ناس ضد ناس موافقة ناس لا ناس غارت ناس هبلت ناس عملت ناس فرحت ناس زغرت ناس بكيت حسيرهم ما عزيس لكل ريناهم فهمت اكا هو تو وقت مهرجانات صاحبي تو ومركز على مهرجاناتي على عروسات الناس لأني أنا بالنسبة لي أنا اليوم نور شيبا الفنان الأكثر مطلوب في أفرح التوينسة حاجة تفرحني برشا شكول مطلوب في المهرجانات قاعدين نخدموا قاعدين نحذروا عنا بساج معاك قاعدين نحذروله إن شاء الله في فكرة سامي الفهري باش نوريه فيه برشا حاجات جديدة ما مشيت على روحه الكتاب شكول الرابر اللي يأتي قريب منه تو وفيديوه أكثر والله يمنجمش نعطيك اسم سمحني ما تحرجنيش الرابر الأكثر إنه ما عانتها العائلة يعني أبش نقول لك حاجة أنا فنان العائلة أنا نور شيبة فنان العائلة كي نغزر في جمهوري الراهة المرأة الكبيرة والأم والبو والطفلة رابيرو العائلة مجد ما صحيحة لا لا موجودة موجودة شبيه بلتي اسمع العائلات سمحني مثلا بلتي تنجم تسمعها تنجم تسمعها وتنجم تسمعها وتقلقش أنا نقوله كل رابيرو عنده أغاني نظيفة وعنده بعض الهبلات متاع أغاني شبيه مثلش أنا الراهة بلتي مثلا نحترم أرمست كيف كيف أرمست علش لكن عنا عمل ومواجل إن شاء الله بقدرة ربي ما إن شاء الله علش لا إذا كان توتي الفرصة إننا نعود ونعمل العمل المتاعنا معامل العمارة دي ما يتحكي على مواصلت مشروع وفكرة فما حاجة معامل مش كان معامل عندي مجموعة كبيرة والله نقول لك هذي دو في موخي فما أقجرة برشة أقجرة تحكي عندي برشة أقجرة في موخي برشة مشاريع برشة أفكار دو في تورينغ أغاني توزيع تسجيل حفلات البر إن شاء الله قاعدين نحضروا لهم بعد الصيف بش نعمل تور كبيرة برشة قاعدين نحضروا لها الأكبر أكبر تور معناتها إن شاء الله بعد الصيف لأني توفي الصيف معنات توقيبي قاعدين نخدموا العمل العمل أمل بالعمل نحب نشكرك برشة الفنين نور شيبان كلهم الحمدول نوع عليكم اللي بش نعطي حقوق الناس عادة وخيات توزيع محمد ريزقوس يعطيه الصحة والفكرة ليه كذلك بش نكون واضحين لأنه هو اقترح علي العمل تصوير أخونا دي جان الخدمة مع دي جان طوى أسترو إدارة الإنتاج نطفي الرياحي تحية للإكيب دي جيتال لناس اللي خدمت الكل شوكو أخونا شكري يعطيه الصحة رائد مروان أهالي توزر الطيبين نشكر وليه توزر اللي وفرت معتها تمرك الله كانت معاونتنا برشا الناس الكل اللي ساهمت في العمل هذين شكو نسيت يا لطفي معتها الناس كل تمرك الله معنتها إدارة الإنتاج تونيسيا شكرا للناس الكل أدخلوا شوفوا حاجة عالمية بالحق بالحق كليب أنا زملائي الفنانين كيقولولي حاجة عالمية كيقولولي فنانين كبار برافو كيقولولي مواطنين في الشارع محلية كليبك أخرجوا تفرجوا بيش تفرجوا لحاجة كبيرة برشا نوع عليكم علشان يوتيوب نور شيبة وإن شاء الله ديما معاكم وديما نفرح فيكم يا ربي شكرا للفنان نور شيبة